تسائر فادحة ومعاناة متفاقمة وكارثة إنسانية جديدة في السودان تضاف إلى قائمة كوارث المنطقة مئة القتلى وألاف الجرحة ومئات الآلاف من النازحين واللاجئين بحسب تقديرات غير مؤكدة لقلة المعلومات ناهيك عن أزمة حادة في الغذاء والماء والدواء والوقود وارتفاع كبير في أسعار السلع ووسائل المواصلات بسبب الحرب المشتعلة منذ منتصف نيسان الماضي بين الجيش السوداني بقيادته عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها خصمه حمد حمدان دقلو الشهير بحمدتي ولقد صدقت توقعات المحللين الذين ذهبوا منذ الأيام الأولى للاجتباكات إلى أن المشهد في السودان يتجه لاحتمالات أكثر دموية بالنظر إلى موجة الإجلاء المتسارعة للدبلوماسيين والرعاية الأجانبي آنذاك فرقعة المواجهات اتسعت والمعارك احتدمت دون بريقة أمل لحل قريب ينهي الأزمة ويحقن دماء السودانيين وعلى الرغم من عدم وجود مسار تفاوضي فاعل في الأزمة إلا أن وزير الخارجية السوداني علي الصادق أكد أن قبول الحكومة بهدنة جديدة مشروط بالتزام قوات الدعم السريع بإخلاء المرافق العامة والخروج من بيوت المواطنين والكفي عن عمليات السلبي والنهبي وقطع الطرقات وتعطيل حياة الناس بحسب تصريحاته التي رجح بعض المحللين أنها قد تؤشر لاختلاف في ميزان القوة لصالح الجيش ربما خلال الأيام المقبلة في المقابل تؤكد قوة الحرية والتعبير أن حل الأزمة السودانية لن يكون إلا بجهود أبناء السودان وحدهم معلنة فشل كافة الجهود الدولية والإقليمية بسبب انحيازها وعدم حيادها وتفضيلها لطرف على حساب الآخر هو المربع الأول إذن تقف عنده جميع أطراف الأزمة في السودان باحثة عن ضوء في آخر نفق الصراع لعله يكون الفرصة المنتظرة لإنقاذ الدولة ووقف نزيف الدم السودانية